فيها تفصيل نتكلم الآن إذا جئنا نحضر العقد الآن هل له أنواع العقود نوع واحد ولا تختلف أنواعها العقود أشكالا و ألوان مختلفة عندي من العقود جماعة العقود المدنية و العقود الإدارية المدنية التي الدولة طرفا فيها الإدارية التي الدولة طرفا فيها و لذلك وضع لها محكمة إدارية أما العقود المدنية يكون طرفاها من كليهما مثل عقود الوكالات التجارية و التوزيع و غيرها و عندي عقود تنفيذ أعمال و عقود المقاولة و عندي عقود خدمية و عقود الإيجار و عقود التعاون و عقود الخدمة عندي أيضا من العقود عقود التوظيف و عقود العمالة كل هذه من أنماط و أنواع العقود فهي كثيرة الآن في السوق و موجودة الآن بكثرة و كل ما يعني الآن مثلا ما كان سابقا في تجارة الإلكترونية صحيح فلجأنا إلى العقود الإلكترونية و لذلك كان صار عندنا مسمى توقيع العقود الإلكترونية اللي هو بطاقة تصراف و غيرها هذا نمط من أنماط العقود التي يوقع عليها أصبح الآن بعض حتى في المشتريات و غيرها أحيانا الواحد ما ينظر إلى العين المشترى مثلا إلا حين تصله فهذه تحتاج إلى صياغة أيضا جديدة وضعك الجوال على الباركود الذي هو على مسألة الصراف هذا ترى بمثابة العقد أنت كأنك إجاب قبول إجاب قبول وتوقع هذا هو التوقيع ولكن عقد إلكتروني فأنواع العقود ستستجد أيضا سيخرج لنا أنواع كثيرة من العقود لكن لها أساسيات و لها أركان لا تخرج عن الأركان الثلاثة و لا تخرج عن بعض الأشياء بإمكانك أن تفرع عنها جيد لذلك سالفة موافق موافق هذه إذا جدتك تحميل تطبيق أو شيء من هالقبيل الواحد يأخذها بسهولة يعني أبدا يا جماعة يا كثر ما تأتيني أسئلة في الخاص عبر تويتر و غيره من بعض الوسائل التواصل عن هذا الأمر صلح و زيّن و وقع للأسف الشديد ثم وقع في حفرة فلذلك انتبه موافق لكل شيء حتى لو رأيته بنت عشرة و بنت ثمانية اقرأ هذا لا يعفيك من المسائلة أبدا فاحرص على ذلك من بض ثمانية إلى صالح